على مر العصور ظهرت شخصيات مثيرة وحكايات غامضة وكانت الغرابة في قصصها تكاد تكون لا تصدق كان هناك على سبيل المثال تارار الجندي الفرنسي الذي عاش في القرن الثامن عشر كان يعرف بجوعه الشديد عاداته الغذائية الغريبة حياته بأكملها باتت لغزا حتى اليوم كان يأكل بلا هوادة ويمكنه أن يتناول ما يصل إلى عشرين رطلا من الطعام في يوم واحد لكن هذا لم يكن كل شيء بل كان يتناول أي شيء في طريقه حتى وصل به الأمر إلى أن أكل رضيعا وهو يرقد في المستشفى تارار ولد في ريف مدينة ليون الفرنسية عام 1772 ومنذ صغره كانت شهيته الجشعة وأضحة للجميع كان يمتلك فما كبيرا يمتد عرضيا بشكل غير معتاد ومليئا بالأسنان الملطخة في طفولته كان يأكل الفلين والحجارة وحتى سلالا كاملة من التفاح بسرعة مذهلة بالإضافة إلى أنه كان يأكل الحيوانات حية ويقوم بهذه الأفعال أمام حشد من الناس الذين يتجمعون ليشاهدوه وكان يتحدى الجميع لمعرفة من سيستطيع إشباع شهيته العجيبة عندما أصبح في سن المراهقة كان قادرا على أكل ما يعادل وزن جسمه من لحم البقر خلال 24 ساعة فقط مما اضطر والديه إلى طرده من المنزل بسبب عدم قدرتهما على توفير الكميات الهائلة من الطعام التي كان يحتاجها وبعد طرده استمر تارار في حياته كرجل استعراض متجول يتسول الطعام من الناس الذين يندهشون أمام عروضه وهو يأكل كل شيء استغلت مجموعة من اللصوص مهاراته الفريدة لسرقة المتفرجين الذين كانوا يشاهدونه بدهشة حيث قام بمرافقتهم في جولات متفرقة في أنحاء فرنسا وعلى الرغم من أنه كان يأكل أي شيء يصادفه إلا أنه كان نحيفا للغاية وهو الأمر الذي أثار استغراب الأطباء في ذلك الوقت عندما بلغ سن السابعة عشر كان يزن فقط مئة رطل رغم الكميات الهائلة التي كان يأكلها يوميا لم يستطع أي أخصائي طبي تحديد السبب بدقة الذي يكمن خلف شهية تارار التي لا تشبع ومع ذلك تم اقتراح بعض النظريات لتفسير حالته الفريدة هذه أحد التفسيرات المحتملة هو أن تارار قد أصيب بعدوى الدودة الشريطية ومن المعروف أن هذه الديدان تستهلك الطعام المتناول من الشخص المصاب ومع ذلك فإن هذه النظرية لا تشرح سبب تناوله مواد غير صالحة للأكل التفسير الثاني يشير إلى إمكانية أن يكون مصابا بمتلازمة برادر ويلي وهو الطراب وراثي نادر يؤدي إلى جوع لا يشبع ومع ذلك هذه النظرية أيضا لا تفسر سبب تناوله المواد غير الصالحة للأكل أو نحافته التفسير الثالث يشير إلى احتمال أن تارار كان يعاني من حالة بيكا حالة يتوق فيها الناس إلى تناول مواد غير غذائية ورغم أن هذه الحالة تصيب في العادة الأطفال والنساء الحوامل إلا أنها لا تفسر كميات الطعام الكبيرة التي كان يأكلها أو نحافته أما التفسير الرابع والأكثر احتمالا فيشير إلى أن تارار كان يعاني من فرط نشاط الغدى الدرقية وهو ما قد يكون أدى إلى شهيته الفائقة للطعام وتناوله كميات كبيرة منه بينما بقي نحيفا بشكل غير مفهوم بدأ الأطباء يظهرون اهتماما متزايدا بحالته في زمن اندلاع حرب التحالف الأولى خلال الثورة الفرنسية عام 1792 استغل تارار هذه الفرصة وانضم إلى الجيش الفرنسي ليشبع جوعه وسرعان ما لفت انتباه الأطباء بيرسي وكورفيل إليه وذلك وفقا لتقارير منشورة للأسف لم تحقق الحصة الغذائية المقدمة له في الجيش أي شبع له لذا استمر في تناول القمامة وأي شيء يمكنه العثور عليه كما كان يفعل من قبل ونتيجة لعدم تلقيه الغذاء الكافي تدهورت حالته الصحية والطر لدخول المستشفى من أجل تلقي العلاج بدأ الدكتور بيرسي والدكتور كورفيل يختبران شهيته الغريبة حيث حاولا تلبية جوعه المستمر بمنحه أربع وجبات يوميا ولكن ذلك لم يكن كافيا وفي محاولة يائسة لفهم حالته جرب الأطباء إطعامه وجبة كبيرة تكفي لإطعام خمسة عشر شخصا تضمنت فطيرتي لحم ضخمتين وغالون من الحليب لكن حتى ذلك لم يشبعه مما أثار حيرة الأطباء وكما كان يفعل دائما بدأ في التغذية على القمامة وسرق الطعام المرضى الآخرين وحتى أنه أكل من ضماضات المستشفى نظرا لعدم فهمهم لحالته حاول الأطباء تجربة أنواع غير تقليدية من الطعام حيث قدموا له قطة حية وثعابينا وسحال وجراء حية وخلال فترة وجوده في المستشفى شهد الموظفون وهم يرصدونه وهو يشرب دماء المرضى ويأكل جثثهم حتى أنهم اشتبهوا في تناوله جثة رضيع فقدت في المستشفى بعد عجل الأطباء عن فهم حالته قرر الجنرال الفرنسي الذي يدعى أليكساندر بوهارنيه استخدامه كجاسوس للجيش الفرنسي مقابل توفير حصص غذائية له وذلك عبر نقل الرسائل عبر الحدود لبروسية باستخدام جهازه الهضمي بدأت مهمته الأولى بإرسال مستندات عبر خطوط العدو مقابل حصة من أحشاء الثور تزين ثلاثين عرطلا بالفعل قبل ترار بتنفيذ المهمة ابتلع صندوقا خشبيا يحتوي على المستندات ليسلمها لشخص فرنسي بارز في بروسيا لكن لسوء حظه تم اكتشافه واعتقاله بسرعة قبل أن يتمكن من تسليم رسالته خلف خطوط العدو لقد انتظر لبروسيون حركة أمعائه واكتشفوا أنه لم يحمل أي معلومات قيمة يمكن استخدامها فقرروا زيادة العذاب عليه وبالرغم من ذلك أبدى هؤلاء ندمهم على حالته وقرروا إعادته إلى الجيش الفرنسي لم يكن لترار مكان آخر يلجأ إليه فعاد إلى الدكتور بيرسي وتوسل إليه أن يعالج مرضه مدعيا أنه ابتلع شوكة ذهبية قبل أربع سنوات تسبب له آلاما شديدة في تلك اللحظة كان ترار على فراش الموت بعد أن أصيب بمرض السل الذي لم يتغلب عليه فتوفي عن عمر ناهز 26 عاما فقط بعد وفاته قام الأطباء بتشريح جثته التي بدأت تتعفن بسرعة من أجل استخراج الشوكة التي ادعى أنه ابتلعها نتائج التشريح كشفت عن وجود مريء واسع أكثر من الطبيعي مما يسمح لأي شخص برؤية معدته مباشرة من فمه المفتوح كانت معدته ضخمة بشكل لا يفهم وملئة بالتقرحات كان جسده من الداخل مليئا بالقيح والكبد والمرارة كانا كبيرين بشكل غير طبيعي أما الشوكة الذهبية فلم يتم العثور عليها أبدا اشتركوا في القناة